المفارقة والازدواجية لازمة من لوازم العملية السياسية بل هي لازمة من لوازم سياسات أمريكية عموما وهؤلاء الموجودين اليوم هم تربوا على هذه الازدواجية وهذه المفارقات ودائما قول لا بد من التفريق بين قطابهم الإعلامي بين الشعارات التي ترفع هذه الأحزاب وبين الواقع الذي ينتهجونه مثل تحدثتم قبل قليل عن الشعارات الوطنية والأسماء البراقة وغيرها لكن واقعهم هنا هو عكس هذه الشعارات جبلة وتفصيلا وحتى الأحزاب التي تنشأ جديدة كما يقال وربما تتفرخ عن هذه الأحزاب الرئيسية التي وافقت على الاحتلال والتي كونت للعملية السياسية فيما يسمى بمجلس الحكم الذي عين تعينا وليس انتخب انتخابا وبالمناسبة الموجودون اليوم هو مجرد تفريع لذلك المجلس الذي عينه بولي بريمر هؤلاء جميعا هم يقومون على نهج واحد هذا النهج هو يهتم بأولا وأخيرا بمصلحة هذه الأحزاب الشخصية من جهتهم ومن جهة ثانية حماية العملية السياسية وراعيها راعيها الأمريكي والإيراني أصحاب المشروع الذين يتخادمان في هذا المشروع